اشتركوا في القناة تدور الفكر الإداري اليوم سوف تكون محاضرتنا مركزة على الفكر الإداري المدرسة المعاصرة في الإدارة تمثل المرحلة الراهنة من تدور الإدارة مزيجا تراكميا من الأفكار والمبادئ التي ضرحتها مدارس الإدارة إلا أنه يتعين علينا رغم الإقرار بأهميتها أو بأهمية الإدارة وكذلك المدارس القديمة على تحديد الأعمال والأفكار الإدارية وتحديد مجالات الإدارة القول بأن تدور المنظمات الإدارية الحديثة والتعقيدات التي تشهدها الإدارة أو العولمة كما نشاهدها في عصر الحالي في إدارة المنافسات الحادة محليا وعالميا قد حفز كثير من الباحثين في مجالات الإدارة إلى ضرح عدد من النظريات والمداخل الجديدة في الإدارة المداخل الحديثة للإدارة النظرية الموقفية تومسون ووودور نظرية زيد وليام أوشي الإدارة اليابانية النظرية الموقفية ظهرت هذه النظرية منذ بداية التسعينات وكان للنظرية لنظرية النظم دورا فاعلا في تدورها تقرر النظرية بأهمية المتغيرات البيئية والتكنولوجيا والاجتماعية الحاصلة في المجتمعات وكذلك تأثير هذه المتأثر هذه المنظمات أو تأثيرها على طبيعة التنظيم الإداري داخل المنظمات وكذلك أسلوب العمل المتبع في المنظمات مما يجب تطبيق المفاهيم والمبادئ الإدارية بشكل يتلأم مع الظروف التي تمر بها هذه المنظمات هذا يعني أنه ليس هناك منهج إداري يصلح أو يجب استخدامه في جميع المنظمات أو حتى لنفس المنظمة في مراحل تدورها المختلفة وإنما يجب أن يتم اختيار المنهج أو الأسلوب الذي يتلأم مع الموقف أو الحالة التي تمر بها هذه المنظمات أعزائي طلاب أعزائي الطالبات إن التعاريف كثيرة تعريفها المدخل الإداري الذي يؤكد بأنه لا يوجد طريقة مثل واحدة يمكن اتباعها في جميع المواقع وتحاول تفسير العلاقات المتبادلة داخل كل النظام عام وفرعي وبين النظام ككل والبيئة للتصميم وتحاول تفسير العلاقات المتبادلة داخل كل النظام عام وفرعي وبين النظام ككل والبيئة للتصميم وممارسات إدارية ملائمة للموقف والظروف أسس نظرية الموقف الإقرار أن هناك اختلاف بين الناس والأوقات كافتراض أساسي لا يمكن التأكيد أن هناك أساليب ثابتة ومثالية قابلة للتطبيق في كافة المواقب لا يمكن قبول الأساليب الثابتة والمتحيزة للمدير دون مراعاة للموقف والظروف البيئية التي تواجهها لا يمكن الخروج بوصفة جاهزة مفصلة ومقدمة من أي نظرية كطريقة مثلاء لموقف وظروف معينة الإقرار بأن الترابط بين المنظمة والبيئة ومتغيرات أشياء أساسية تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى تغيير الأساليب الإدارية بناء على المتغيرات البيئية عزيزة الطلاب عزيزة الطالبات إن النظر إلى الإطار العام والكلي أساسا لمعالجة الأمور الجزئية ولا يمكن للمدير أن ينظر للعملية الإدارية كأجزاء غير مترابطة داخل المنظمة فالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة أجزاء مترابطة يجب النظر إليها من منظور كلي النظر المنظمة على أنها نظام مفتوح يتأثر بجميع القوى البيئية وقابلة لاستلام التغذية المرتدة مقاومات نظرية الموقف إذا كانت نظرية الموقف لا تقبل بمبادئ النظام المغلق لأنه يغفل المتغيرات البيئية مما يؤدي إلى تدهور وأندذار المنظمة فهي كذلك لا تقبل بشكل مطلق بمنهج النظام المفتوح لأنه لا يمكن ترجمته إلى أسس علمية تساهم في فهم الأمور من منظور كلي فتحليل الموقف للوصول لمنهج إداري مناسب يحتاج قدرا من الاستقرار والثبات النسبي داخل هذه المنظمة وبالتالي فالنظرية تنظر للمنظمة على أنها نظام يقع في الوسط ما بين المغلق والمفتوح عزيز الطلاب تؤكد النظرية على أن هناك علاقة بين الحدث والنتيجة فإذا حدث شيء ما ترتب عليه نتيجة وتحاول تحديد العلاقة أيضا بين الحدث والنتيجة لتقديم ماذا؟ لتقديم إفتراضات يتم تطبيقها حسب الموقف تطوير قدرات المدراء بدلا من برمجتهم من خلال تزويدهم بالأدوات المساعدة على تنمية معارفهم ومهاراتهم الإنسانية والفكرية والفنية وتنمية وتطوير الملاحظات والتحليل لإيجاد المشاكل وتحليلها بمناظر مختلفة وليست بطريقة واحدة محدودة وليم أوشي عالم الإدارة الياباني صاحب كتاب نظرية الزد وهي التي احتاجت إلى سنوات عدة لبحث ودراسة الشركات اليابانية لتحديد أسباب أو الأسباب التي تجعل من الشركات تتمتع بإنتاجية عالية أكبر بالمقارنة مع الشركات والمؤسسات الأمريكية ولقد استحدثت فكرة الإدارة اليابانية من البيئة الاجتماعية الخاصة بالمجتمع الياباني ومخاصة الأسرة اليابانية التي تقوم على مبدأ الاحترام لرب الأسرة وإضاءته وإضاءة أوامره في حين يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عنهم ومشاركته إياهم في اتخاذ القرارات انعكس هذا بدوره على العمل الإداري داخل المؤسسات على اعتبار أن المديرين والأفراد بمثابة الأسرة الواحدة مما كان له حسن الأثر حسن الأثر أدى إلى إنتاجية عالية أو حسن الأثر داخل الأفراد مما زاد من إنتاجية الأفراد وإخلاصهم لمؤسساتهم بشكل ليس له مثيل نظرية زد هي أحد النظريات الإدارية الحديثة التي حققت نجاحا لافتا لافتا ابتكرها العالم الياباني وليام أوشي ودرحها في كتابه نظرية زد نظرية زد هي أحد النظريات الإدارية الحديثة التي حققت نجاحا لافتا ابتكرها العالم الياباني وليام أوشي ودرحها في كتابه نظرية زد الاتجاهة المعاصرة في الفكر الإداري إدارة اليابانية إدارة الجودة الشاملة عزيزي الطلاب عزيزي الطالبات الإدارة اليابانية أنصر نتكلم عن هذه الإدارة اليابانية أناصر الإدارة اليابانية 1 ضمان الوظيفة للموظف مدى الحياة أي الاستقرار والأمن الوظيفي حيث لا تلجأ المنظمات اليابانية إلى الاستغناء على الأفراد حتى في أصعب الظروف الاقتصادية مما كان له أثر أثر داخل العاملين أو أثر على الموظفين مما كان له أكبر الأثر على إبداعية هؤلاء وإنتاجياتهم العالية اثنين العمل كفريق والشعور الجماعي بالمسؤولية عن العمل الذي يقوم به الفرد ففي كثير من الأحيان يتم قياس الإنتاج بناء على الجهد الجماعي وبالتالي تكون المكافأة جماعية لا فردية ويتمثل أسلوب المشاركة فيما يسمى بحلقات الجودة Quality Circles ويتمثل أسلوب المشاركة فيما يسمى بحلقات الجودة Quality Circles وهي مجموعة عمل صغيرة تتشكل على مستوى المؤسسة بهدف تأمين الجميع ومشاركتهم في جهود تحسين ما تنتجهه هذه المؤسسة وتحليل المشكلات الفنية والإدارة واكتراح حلولها لها 4. الاهتمام الشامل بالأفراد من حيث تتكافأ الفرص والعدالة والمساواة والتعامل مع القوى البشرية دون التمييز وتوفير مقومات الحياة والاستقرار لهم من حيث السكن الرفاهية وبطلبات العيش الكريم ماذا يعمل هذا الشيء؟ يقلق أجواء من التعاون ويحقق الإنتاجية العالية 5. عدم التسرع بالتقييم وترقية حيث تكون هذه العمليات يكون لها الدراسة سابقة وإيضا التركيز على تطوير المهارات المهنية للأفراد حيث يتم نغل الموظف من موقعه إلى موقع آخر على المستوى الإداري الواحد نفسه ويسمى إذا تم تغيير الموظف في أكثر من مجال بالتدوير الوظيفي أو إعطاء هذا الموظف اسم الموظف الكامل ليعدل عمل صفة الشمولية والتكامل الجودة الشاملة ديمينغ لقد كانت الجودة عند ديمينغ شقين رئيسيين هم الجودة نفسها والمستهلك بمعنى الحصول على جودة عالية في المنتجات وفي الوقت نفسه تحقيق رغباته فلسفة ديمينغ في العمل الإداري أما فلسفة ديمينغ فتقم في حديثه عن تبني المبادئ الملائمة في الإدارة بما يتيح للشركات تحسين الجودة الكواليتي وفي الوقت ذاتي تخفيض التكاليف وذلك من خلال عدة أشياء من خلال التحسين المستمر من خلال التفكير في الإنتاج على أنه في التفكير في الإنتاج على أنه نظام ماذا؟ نظام متكامل ليس أجزاء متفرقة أعزائي الطلاب وعزائي الطالبات ننتقل إلى مبادئ ديمينغ الأربعة الأربعة عشر لإدارة الجودة واحد وضع هدف دائم يتمثل في تحسين الإنتاج والخدمات اثنين تبني فلسفة جديدة ثلاثة التوقف عن الاعتماد عن التفتيش لتحقيق الجودة والاستعابة عنها بالأساليب الإحصائية أربعة التخلي عن فلسفة الشراء اعتمادا على السعر فقط خمسة الاستمرار في تحسين العمليات كافة على نحو المتواصل ستة اعتماد الطرق الحديثة في التدريب والتعليم والعمل سبعة تحقيق التوافق بين الإشراف والإدارة ثمانية إزالة الخوف من العاملين وجاء الأنشطتهم تتجه دوما نحو معرفة المشاكل في الأداء وإبلاق الإدارة المسؤولة عن ذلك دون تردد أو خوف تسعة إزالة الحواجز الموجودة بين الإدارات وتعني كسر الحدود بين الأجسام وجعلهم يعملون سويا بروح الفريق الواحد داخل المنظمة عشرة تقليل الشعارات والمواعد والنقد أحد عشر تقليل الإجراءات التي تتضلب تحقيق نتيجة محددة من كل موظف على حدة والتركيز على تكوين سلوك فريق واحد داخل المنظمة من أجل تحقيق هدف واحد اثنى عشر إزالة العوائق التي تحرم العاملين من حقوقهم في التباهي بجودة عملهم الثلاثة عشر تأسيس البرامج التطويرية بالتعليم والتدريب وكذلك التنمية الذاتية لكل فرد من أفراد من الأفراد العاملين داخل المؤسسة أو المنظمة أربعة عشر تشجيع الأفراد في العمل والسعي من أجل مواكبة التحسن والتدور المستمر أي جعل العاملين في المنظمة يعملون للتحقيق التحول أو التغير في الأداء والتحسن عزي الطلاب عزي الطالبات انتهت محاضرتنا اليوم وننتقي في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته